أهلا بحضرتكم واحدة من أهم الصروح المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة واللي بتعتبر منارة جديدة بتضاف لمؤسساتنا التقافية هي مدينة التقافة والفنون واللي بتعتبر ضرة المدن الإدعية في الشرق الأوسط بتضم مجموعة من المتاحف وصلاة العرض والفنون التشكيلية وكمان مسارح بالإضافة لدار أبرا متفردة ومكتبة بتسع ملايين الكتب خلينا ناخد حضرتكم كده في جولة مع الدكتور زين عبدالهادي المشرف على مكتبات مدينة الثقافة والفنون تعرف من خلالها على ما يحتوي هذا الصرح العملاق وما سيقدمه أيضا للمواطن المصري من معرفة ومن ثقافة ومن فنون أهلا بك دكتور خير أهلا وسهلا قلينا حضرتك المدينة دي بتعمل إيه بتستهدف إيه خلص منها أدي إيه وقدمها أدي كمان عشان يخلص ده تلاتين سؤال في بعض بزرط كده أولا صباح الخير وكل سنة ونطيبين وكل قلوبنا مع أهلنا في غزة الشهيدة لازم نعرف البيئة المصرية الخاصة بالمكتبات والكلام اللي هقوله يمكن لأول مرة بيتقال في القناة الفضائية مصر فيها خمسة وتلاتين ألف مكتبة فيها تمنتاشر قسم المكتبات بيدرس علوم المكتبات في جمهورية مصر العربية كلها بمعنى أن هناك مكتبة لكل تلات تلاف مواطن كلام ده ما تقالش قبل كده طلاقا ومنشور في الأدلة الدولية للمكتبات مصر بتعد من أهم خمساشر دولة على مستوى العالم في مجال المكتبات كمان مدينة الفنون والثقافة هي امتداد للقاهرة الخدوية لأن العمارة اللي هي مبنية عليها هي العمارة بتاعت القاهرة الخدوية فمش هتحس ان انت في فرق مدينة الفنون والثقافة بتقع على 127 فدان بتضم ثلاث مؤسسات داخلها بتضم الأبرة المصرية وهي أكبر أبرة في الشرق الأوسط بتضم متحفين في دورين متحف للعواصب مصر ومتحف للثنون الحديثة ثم مكتبة العاصمة وهي بتقع على حوالي 10.000 متر مربع ده المساحة المسطحة بتاعتها لكن إجمالي المباني بتاعتها بتوصل لحوالي 30.000 متر مربع وده بيعتبر 3 على 8 من مكتبة اسكندرية فيه أهم ثلاث مكتبات مصرية اللي هي الكبيرة في مصر هي مكتبة اسكندرية وهي مكتبة دولية طبعا الأول هي دار الكتب المصرية اللي هي أنشأة 1870 بقرار من الخديو اسماعين ثم مكتبة العاصمة الإدارية زي ما قلت اللي هي بتقع على حوالي 10.000 متر مربع المكتبة اسمها مكتبة العاصمة الإدارية وهي مكتبة عامة ومتخصصة في نفسها عامة لأنها بتستقبل كل جمهور مصر أو الناس الأجانب اللي عايشين في مصر أو المصريين في الخارج اللي هم مكتبين كل شغوف الكتب نعم المكتبة سيمي ديجتال يعني شبه رقمية بمعنى أن فيها 70 ألف عنوان كتاب لكن ورق لأن احنا طبعا في الإيرا أو في العصر الرقمي خلاص فعندنا حوالي 10 مليون كتاب رقمي موجود بجانب آلاف المجلات والصحف والجرائد والمجلات العلمية المتخصصة في الفنون والثقافة في العالم كل التراز المعماري زي ما قلت هو بيعود للقاهرة الخدوية زي ما احنا عارفين القاهرة أنشأت العمارة بتاعتها بناء على عمارة باريس اللي عملها المهندس الفرنسي هاوسماند والاستكمالها علي مبارك في عصر الخدوية لكن في نفس الوقت مباني مدينة الفنون والثقافة مبنية بطريقتين زي ما في عمارة اسمها عمارة البروك أو الركوكو اللي هي مبنية بيها القاهرة الخدوية لكن الجزء الخارجي من المباني كلها مبني بطريقة بنسميها الباست مودرنزم أو عمارة ما بعد الحداثة عشان نستفيد من الشمس في مصر ومن الإضاءة ومن الهوى بدل نستخدم الإضاءة الطبيعية بدل اللي هي الإضاءة الصناعية يعني تم تطبيق نظام معماري شكله ظاهريا قديم ولكن تم كل التعامل معها على أنها بشكل ذكي أن احنا نقدر نستخدم وأن احنا نقدر كمان نقدر نمشي على الخطة المصرية لتحسن الأوضاع الطبيعية وأن احنا نقدر نستفيد منها خلينا بقى نتكلم عن مدينة الثقافة إيه اللي بيفرقها عن أي مدينة تانية موجودة في المنطقة الاسم بتاع مدينة الفنون والثقافة افتحي كده جوجل وافتحي إنسيكلوبيديا لو لقيت مدينة في العالم اسمها مدينة الفنون والثقافة مع بعض مش هتلاقي الاسم ده فنمر واحد يبقى احنا المصطلح اللي هو احنا مستخدمينه هو مصطلح يونيك أو مصطلح فريد بالنسبة لي المدينة المدينة بجانب التلات مباني رئيسية اللي أنا اتكلمت عليهم لكن فيها مثلا مصرح مفتوح يسعى لحوالي 19 أو 20 ألف شخص وقفين إنهم يتفرجوا على أي حاجة بتعرض في المصرح بجانب حديقة نادرة بتحوط المدينة كلها تقريبا يعني عايزين نوصل لحوالي مليون شجر إن شاء الله تبقى موجودة فيها موجود داخلها كتير من المنحوتات اللي عملها فنانين سواء مصريين أو عرب أو أجانب من الحضرو السامبوزيوم مثلا متاع أسوان ودي موزع في المدينة كلها في أماكن هتبقى لبيع الكتب والمنشورات والبسترات والأفلام الخاصة بالمدينة وده برضو بيدخلنا في منطقة اللي هي الصناعات الثقافية والإبداعية وده جزء مهم جدا إن شاء الله من المستقبل اللي احنا اتكلمنا عليه فيما تعلق باقتصاد مصر الدكتورنا أنا يعني ممكن كنتم المحظوظين أنا روحت كتير مكتبة سكندرية وشوفت عدد كبير من نشاطاتها هي مش مكتبة بالمعنى التقليدي يعني فيها بعض الكتب لا هي بتقدم مجموعة كاملة من الثقافة كنت دايما بقول يعني العاصمة القاهرة ما فيهاش لي مكتبة بنفس ذات الحداثة يعني عندنا مكتبات زي مكتبة مصر العامة ومكتبة مصر عندنا مكتبات ولكن مش بالشكل ده هل حنقدر نقول إن احنا بافتتاح هذه المكتبة في العاصمة الإدارية هيبقى عندنا قبلة تانية للبحثين زي مكتبة سكندرية يعني مصر بلد ابتدت التاريخ بصنعة المكتبات يعني عمر المكتبات في مصر حوالي 5200 سنة تقريبا مع اللغة لما كان بيتعامل بيت الحياة اللي هو عبارة عن جامعة ومكتبة مع بعض مصر لما تقرأ مثلا تاريخ رودوت تلاقي إن جزء مهم جدا من الحضارة المصرية كان متعلق بالتخصص يعني لو أنت بعت عن التخصص ما ينفعش الشغل في الدولة المصرية القديمة بالمناسبة يعني منحات والرسام الناس اللي أنت شايف شغلهم على على الأهرامات وعلى المعابد وعلى المدافن والكلام ده كل دي ناس كانت متخصصة وده كانت الجزر أو أول عمود أساس في الحضارة المصرية ويمكن إحنا بنسكت عندها كتير لأن التخصص مهم جدا في الحياة ومن بعد على التخصص خلاص يبقى كله مش هيبقى بصبوط مصر الحقيقة لها تاريخ طويل في مسألة المكتبات يعني لو أنت رجعت لتاريخ المدن المصرية زي طنطة وغيرها هتلاقي فيه مكتبات كان اسمها مكتبات البلديات وما زالت موجودة هذه المكتبات وهي قبلة لكل مواطن في مصر أكتر حاجة في مصر زي ما قلت هي المكتبات لكن هل أكتر الناس هما اللي بيروحوا المكتبات لا إحنا محتاجين الناس يبقى فيه وعي دائم أن لا يمكن أن نحافظ على الحضارة التي تبنى الآن بالشكل ده إلا إذا كنا بنقرأ كتير وبالتالي بدعوا كل الناس لزيارة المكتبات المصرية ويمكن عشان كده المكتبة نصف رقمية بحيث أن اللي مش قادر على الانتقال المكاني بمنتهى سهولة بضغطة زر ممكن يكون عنده أكاونت في المكتبة الكبيرة ويقدر يتابع كل الكتب المتاحة والمفتوحة لمختلف الناس الموجودة في المكتبة طيب وجود الهدى أو مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية واضح أن احنا مصر الجديدة بتبنى بشكل مختلف مصر الجديدة بتبنى بتفكر مش بس في الطرق والمواصلات والإنارات لا بتفكر كمان تنور عقل المصريين مش بس تنور لهم طريق اللي باشينا عليه تمام هو فيه أمرين بالنسبة للمدينة الثقافة لازم نبقى واخدين بنا منها أولا نحن جزء من صناعة الثقافة والإبداع في مصر وده أمر مهم ولو جينا نبص على الإحصائيات بتاعة الدول الكبرى صناعة الثقافة والإبداع زي السينما وزي المسرح وزي المعارض وزي معارض الكتب وزي إعادة نمزاجة التحف والحاجات دي كلها بتمثل تقريبا في دول عالم متقدم حالي 6 إلى 7% من اقتصاد كل دولة وبالتالي القوى النعمة لمصر متعلقة زي ما قلنا بالسياسة الخارجية وصورة مصر بره ثم الثقافة الموجودة أو المتاحف والمكتبات ودور السينما والكلام ده كله والحقيقة فيه اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمسألة دي لأن احنا فقدنا مركزنا بالنسبة للسينما على مستوى العالم اللي كان موجود قبل كده فيه الأربعينات والخمسينات والستينات لحد السبعينات والثمانينات والتسعينات أعتقد أن فيه مؤهلين الآن أن احنا نعيد هذا الدور بشكل الحقيقة كبير خاصة سماعة السينما اللي وصلنا في يوم الأيام كنا بننتج حالي 100 فيلم في السينما أعتقد أن لازم ننتبه جيدا أن وزارة الثقافة أصبح دورها بجانب الجمال بتاع الشارع يعني جمال الشارع أمر مهم جدا لازم يبقى عندنا ولابد أن لا نفقده إطلاقا نمر واحد نمر اتنين أن جزء من اقتصاد المصري يبقى خاص بالثقافة والفنون والإبداع زي ما قلت الفنانين لهم دور السينما لها دور المصرح لدور المكتبات والمتاحف لها دور يعني مش معقول دولة تملك تلت أسار العالم مفاهيش على 72 متحف أعتقد أن احنا مؤهلين لأكتر من حوالي ألف متحف يبقى موجود لأن لو رحت المتحف اللي موجودة في العالم هتلاقي أن جزء من المعروضات كبير جدا يعود للأثار المصرية صحيح المتحف الكبير بيفتتح وننتظر احتفال إن شاء الله يبقى عظيم به وأعتقد أنه هيبقى إضافة كبيرة جدا لصناعة الثقافة والإبداع في مصر طب أعود للمكتبة مكتبة الثقافة والفنون احنا قلنا أن هي يعني هتبقى واحدة من أكبر المكتبات في مصر يعني شيء مهم جدا للباحثين المصريين وإحنا نهاردة ربما نتكلم على البحث العلمي الحلقة بخصصة على البحث العلمي الدوريات العلمية الدوريات العلمية بتمثل يعني حاجة أساسية جدا وبتبقى ربما مش متوفرة بشكل كبير بالنسبة للناس كتير هل سيتم توفير هذا الأمر عندكو؟ هل في اتفاقيات مع كبريات دور النشر أو المجالات العلمية من أجل توفير هذا؟ ده كلام مهم جدا فيه عملية إصلاح شاملة تمت خلال العشر سنين اللي فاتت في الدوريات العلمية اللي احنا بنسميها الجورنال في مصر كلها بحيث أنها تبقى مؤهلة أنها تساوي الدوريات العلمية التي تنشر في الخارج من حيث الالتزام بالمعايير بتاعة البحث العلمي والإنفاق على البحث العلمي كمان زاد في مصر لكن احنا عايزينه يوصل لي 4 و 5% من حجم الموازنة بتاعة الدولة لأن الصناعات الناشئة بتبنى على الكلام ده اللي احنا ممكن تبقى برضو جزء من صناعة الإبداع زي ما قلنا قبل كده المجالات المصرية مؤهلة الآن أنها موجودة في قواعد البيانات العالمية كلها بالتزامها بالمعايير الدولية الخاصة بإصدار الدوريات دي نمرة واحدة نمرة اتنين في قواعد بيانات اللي هي بنك المعرفة المصري متاحة في مكتبة العاصمة أي حد هيقدر يخش من هناك أو بيتخش من بره يقدر يخش على بنك المعرفة والمكتبة الرقمية الخاصة بالجامعات المصرية في اتفاق مع قواعد بيانات عالمية أنها تبقى موجودة لكن احنا ملتزمين لحتى الآن بما يوجد من قواعد بيانات داخل بنك المعرفة المصري ده أمر مهم جدا كل ده مصري عالميا بقى احنا حتى عالميا يعني احنا بنك المعرفة المصري مش بس خاص بمصر ده خاص بمصر وبالعالم العربي وبالدوريات العلمية الأجنبية والأمريكية زي مثلا اي تريبل اي زي قواعد بيانات امرالد زي قواعد بيانات عالمية كتيرة كلها باللغات الإنجليزية وسهل ترجمتها وسهل الوصول إيديها ما مش فيها أي مشاكل وأعتقد ده هيساعد على أن أيضا العاصمة الإدارية تبقى منارة للفنون والثقافة والمعرفة والعلم طبعا كل شكرا لك الدكتور زين عبد الهادي المشف على مكتبات مدينة الثقافة والفدود ننورتنا شكرا جزيلا